السيدات والسادة مساء الخير المرأة المصرية لم تكن في أي وقت مجرد مواطن يطالب بحقوقه المهدرة بعيدا عن حقوق المجتمع لكنها كانت دائما عنصرا فاعلا وشريكا أساسيا في التطور والتقدم وكلما حصلت المرأة عبر مسيرة نضالها على جانب من حقوقها كانت تثبت دائما للمجتمع حضورها وتأثيرها وجدرتها في مختلف الميادين بل وكانت في كثير من الأحيان صوتا لمن لا صوت لهم وعونا للفئات المحرومة من الاهتمام لسنوات طويلة وفي كل مجال برزت وجوه نسائية مؤثرة في العمل الاجتماعي في القضاء في الإعلام في المحامات في الحكومة في البرلمان ومن هنا أسماء نجحت ولمعت في مصر وعلى المستوى الدولي أيضا اليوم ونحن نرى كيف تلقى المرأة أخيرا الاهتمام الذي تستحقه وكيف يرعى رئيس الدولة بنفسه إصدار قانون عادل ينصفها ويحمي أسرتها نلتقي بسيدة كرست جانبا كبيرا من حياتها ونشاطها لهذا المجال وكانت من أبرز وجوه التي سعد وما زالت للإنصاف وللعدالة الاجتماعية عن المرأة والقانون وعن المجتمع المدني ودور النخبة المثقفة في العمل الاجتماعي حديثنا اليوم من مصر ترجمة نانسي قنقر